أخبار سارة حملتها جامعة وكسفورد للبريطانيين والعالم بعد تصريح صادم أدل به رئيس الوزراء البريطاني قلل فيه من احتمال أن يبصر لقاح فعال ضد فيروس كورونا النورة بحلول نهاية هذا العام ليأتي إعلانها عن فعالية اللقاح الذي تطوره ضد فيروس كورونا بمثابة مهدئ للأعصاب وأمل كبير للتخلص من فيروس خطير أرق حكومات العالم ودمر اقتصادها البروفيسورة تيريزا لامبي من فريق لقاح الفيروس التاجي بجامعة إكسفورد قالت إن لقاحا تجريبيا قد تفاعل حتى الآن كما هو متوقع مع أجهزة المناعة لدى الأشخاص مبينة أن هناك زيادة في مستوى الأجسام المضادة عندما تم إعطاء جرعة ثانية من اللقاح نحن متحمسون جدا لنتمكن من مشاركة نتائجنا وهذه هي المرحة الأولى لذلك نحتاج إلى تجارب على نطاق أوسع حتى نتمكن من تقييم اللقاح لكننا أثبتنا إمكانية حصولنا على الخلايا والأجسام المضادة وعندما أعطينا جرعة ثانية من اللقاح رأينا زيادة في مستوى تحييد الأجسام المضادة فتحييدها مهم لأنها تمنع الفيروس من دخول الخلايا الصحة العالمية بدورها ورغم مباركتها لما توصلت إليه جامعة إكسفورد إلا أنها أكدت حاجتها للانتقال إلى تجارب أكبر للحكم على هذا اللقاح كون الدراسات حوله ما زالت في المرحلة الأولى مبينة أن هناك طريقا طويلا على العلماء قطعه للإعلان عن نجاح اللقاح هذه نتيجة إيجابية ولكن مرة أخرى نقول هناك طريق طويل لنقطعه هذه دراسات المرحلة الأولى ونحتاج الآن للانتقال إلى تجارب أكبر ولكن من الجيد أن نرى المزيد من البيانات والمزيد من المنتجات تتحرك في هذه المرحلة المهمة للغاية من اكتشاف اللقاحات ونهنع زملاءنا في جامعة أوكسفورد على التقدم الذي أحرزه ماراثون البحث عن لقاح فعال ضد أخطر فيروس ضرب البشرية في القرن الحديث مستمر فيما ستضر منظمة الصحة العالمية إلى تحديد أولويات في الحصول على اللقاح أولا وتحديد بعض السياسات حول أفضل استخدام لتلك اللقاحات ترجمة نانسي قنقر